الاحتجاجات أخدوا ملمحين أساسيين جديدين على الاحتجاجات في فرنسا الملمح الأول هو الملمح المرتبط ديمغرافي يعني مرتبط بالتشكيل أو التكوين أو التركيب الديمغرافي للدولة الفرنسية نفسها بمعنى أن نتكلم عن أساس ديمغرافي هو يدخل في تركيب المؤسسات في تركيب أجهزة الأمن نفسها وفي تركيب مؤسسات الدولة إضافة إلى التركيب الديمغرافي للدولة الفرنسية باعتبار أنه نتكلم عن يعني جسد احتجاجي آت من سبعة مليون إنسان ينتمون إلى إقليم سابق لفرنسا الملمح الثاني هو الملمح الهوياتي فرنسا وضعت نفسها في اختبار إنتاج موجات العنصرية وهذا قالت الآن حتى الأمم المتحدة يعني لم يعد كلام محللين ومفاكرين هذا كلام أيضا مؤسسة قانون دولي تجربة إنتاج خطاب العنصرية الذي تعشش حتى داخل مؤسسات الدولة داخل أمنها سياسيها طبقتها السياسية داخل مؤسساتها الإدارية داخل إعلامها أصبح الآن يلامس بعض الجوانب الكئيبة والبئيسة المرتبطة بالمهمشين في ضواحي المدن الذين بقدر ما هم يطرحون إشكالية كبرى على التركيب الديمغرافي للدولة الذي لا يجرؤ الآن للأسف متقف فرنسا على أن يناقشوه كما قلت يعني العلاقة بالجزائر وبين فرنسا من نتاجها الآن ما يحدث اليوم ويأخذون أيضا عنوان الامتعاد من الموجة العنصرية أو خطاب العنصرية الموجهة ضدهم باعتبارهم أيضا أفارقة باعتبارهم أيضا مسلمين باعتبارهم أيضا ينتمون إلى ما هو غير فرنسي